نرجع بقى لمنتخب؟ نرجع لكابتن حسام البدري لا طبعا يعني خلينا نتكلم بكل أمانة النهاردة أنا على المستوى الشخصي كنت أتمنى أشوف منتخبنا بصورة أفضل من كده بكتير جدا وأنا كواحد من جماهير القرى المصرية اللي كان عندها أمل أن نتشوف منتخبها وخاصة خاصة عندنا وحاخد من كلام الكابتن حسام البدري أن الفترة ديت أفضل بكتير جدا من الفترة اللي اتعادل فيها مع كينيا هنا في القاهرة كان زروب مختلفة تدوري بتلعب وكان فيه مشاكل كتيرة جدا لكن أعتقد النهاردة كل الأسباب كانت مواتية وكل الأسباب كانت موجودة ملعب كويس أرض رائعة جوة أكتر من رائع لعبة مجموعة من لعبة المحترفة على مستوى عالي جدا لعبتنا المحترفين على المستوى المحلي على مستوى عالي جدا بتجيب جون في الديئة قبل الديئة التانية من بداية المباراة فأنا أول ما تجون جيه قلت بصراحة النهاردة هنكسب أربعة خمسة طبيعي جدا 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 لكن فجئنا كلنا بهذا الأداء الباهت وهذا المستوى الضعيف جدا للمنتخبنا معلش أنا آسف يمكن الواحد كان يعني كنت تتمنى أن احنا نكسب أربعة خمسة وده يسمع في أفريق كلها احنا زي ما بنقول مصر مصر دايما مرشحة للبطولة ودايما مرشحة للنهائي لكن خلينا نتكلم كل أمانة يعني مبروك طبعا التأهد دي حاجة ما فيش منها اتأهلنا وده شيء طبيعي وده وارد في خلال المجموعة وأسماء المجموعة وخبرات الفرق الموجودة منتخب مصر يتأهل بشكل عادي جدا لكن إحباط كبير جدا جدا نتمنى إن شاء الله مبروك جزر القمر تكون مختلفة مختلفة في كل شيء على مستوى الأداء على مستوى الروح على مستوى النتيجة على مستوى الأداء الخطط النهاردة كانت الشكل غير ما كناش فاهمين طريقة اللعبة ما كانتش مفهومة قولي ليه عايزة أسألك سؤال ما كل الناس بتقول ليه فيه أعذار فيه أعذار انت كمدرب طبعا وليك خبرة أو باع كبير جدا جدا في مجال التدريب بتدي أعذار لكابتن حسام البدري يعني مثلا النهاردة ممكن يكون المحترفين ما كانش فيه فرصة كبيرة جدا المحترفين يتجمعوا كان مثلا أنت النهاردة بتلاعب فريق غير مصنف فاللعبة كان على الأد خاصة من قبل المحترفين انت النهاردة كنت قبل الهوى كنت مستغرب من عدم نزول النيني فممكن يكون ليه فيه أعذار أنا في وجهة نظري معاين أنا كنت في موقف زي ده قبل كده كنت يمكن مساعد مش المدير الفني بتفرق شوية كان الأداء مهتز شوية لكن أنا بالنسبة القماشة اللي موجودة عندنا اللاعبتنا المحترفة على أعلى مستوى صلاح جايب مع عنويات عالية جدا هدى في الدور الإنجليزي العلامة الاستفهام ليه النيني ملعبش يعني كل التوقعات وانت كنت موجودة معنا كل التشكيل والناس بتقول النيني نمرة واحد وجنبه طريق حمد فوجئنا النهاردة ان النيني أصلا مش موجود ماشي مش موجود ممكن مش هدى أبيض كان طريق حمد وفق حمد فتح طيب حتى بعد التغيير الأولى منزلش نزل عمر الصليا وحتى بعد ما طريق حمد اتعور أو خرج فوجئنا عمر جابر يعني عمر جابر لعيب كويس لكن النيني مش موجود ليه دي كانت علامة استفهام في التغييرات على مستوى اتخيلوا على مستوى الاستاتيك لما بنقول منتخب مصر في هذه المباراة شاط ثلاث كور منهم واحدة ما بين الثلاث خشبات ان المنتخب الكيني خمستاشر تزديدة على مرمى الشناوي خمستاشر تزديدة منهم خمسة ما بين القائم والعرضة يعني دبك الرقم ده يدول حتى على مستوى الكورنرز على مستوى الدربات السابتة فعايز أقول ان النهاردة يعني اعتذرا طبعا لو بنتكلم بشكل دوت لكن احنا دايما بنحب منتخبنا وبنحب اننا نشوفه في احسن صورة النهاردة اعتقد بنقول مبروك على المكسب للوصول لنهايات وحسننا طبعا المجموعة او ان شاء الله يعني نحسنها احنا اول المجموعة بشكل كبير لكن علامات استفهام كبيرة جدا على الاداء نتمنى ان شاء الله باذن الله ان بغراد جزر القمر تشوف اداء افضل نشوف نتيجة كبيرة ان شاء الله نشوف كورة نحب نتفرج عليها من منتخبنا ان شاء الله ده اللي خلينا نسأل سؤال الفترة اللي جاية محتاج ايه يعني ده سؤال مهم جدا جدا لازم يوجه لضيوفنا اللي شرفونا كمان دقايق فيه حاجات كتير فيه شغل كتير جدا جدا لتحسين اداء منتخب مصر يعني لا تاريخ ولا اسم يعني ولا اكبر اسم في افريقيا النهاردة يعني حقق سبع كاس امم افريقية مش طبيعي ابدا ابدا يكون اداءه بالشكل اللي ظهر عليه النهاردة ولازم يكون ابتكر الشخصية في مبارياته بره وجوه مصر لازم تكون حضرة اللعيبة لازم تقعد مع نفسها لازم تعرف ان كاس الامم حاجة تانية غير التصفيات يعني انت نهاردة بتلعب منتخبات كبيرة جدا او هتلعبها في قارة افريقيا لو الاداء بالشكل ده فالفترة اللي جاية هتكون من اصعب من اصعب ما يكون فعلا يعني النهاردة الناس بتتكلم لو كنا باللعب منتخب زي الجزائر او منتخب المغرب او منتخب غانا او قد بار اعتقد كانت هتبقى مشكلة كبيرة جدا تاني مبروك التأهل لكن ان شاء الله باذن الله نتمنى وعندنا ان شاء الله كمان لست ثقة باذن الله نكابت حسام البادري يتدارك هذه الاخطاء ويظهر شخصية منتخب مصر الحقيقة ان شاء الله في مباراة جزر القمر اشتركوا في القناة